أجبرتم الحرب على العيش بهذه الحالة لكنهم الأوفر حظاً لحصولهم على هذا المرفق الصحي المهجور ليسكنوا فيه هكذا هو حال الشاب عبد العزيز وأفراد أسرته من أبناء قرية الهجر بمديرية عسيلان التي حولت تمليش الحوثي والمخلوع صالح إلى ساحة للمواجهات خرجنا يعني قدرنا خرج السامان أكثر السامان ما قدرنا خرجه والحاجات الثقيلة والسامان وبعض الموقدات السامان حال هذه الأسرة ليس إلا نموذجاً لمئات الأسر هنا في عسيلان التي تحولت حياتهم إلى قحيم ويشكوا النازحون هنا من سوء الحال وتدهور أوضاعهم المعيشية بعد انتركوا كل ممتلاكاتهم عدى الشيء اليسير من الأثاث وهاهم اليوم يعيشون حياة بدائية تغيب عنها أبصد أشكال الإغاثة ما يشي منظمات شهرية تجيب كل شهر ولا في خيام نزلت لنا ما استلمنا شي خيام شو كيف سماء هنا مع أسر ما قدرنا ضبط أبصنا ودخي في النقل ثم تنازحوا لم تصل إليهم عدسات الكاميرا لإظهار معاناتهم وآخرون تكتض بهم منازل أكاربهم منذ أكثر من عامين رحلوا عن ديارهم مكرهين وباتت عودتهم إليها محفوفة بالمخاطر خصوصاً وأن الميليشيا ما زالت مستمرة في تسطير أدوات الموت والدمار وتصروا على إضالة أمد الحرب إبراهيم حيدرة كناتو بلقيس شبوة شكراً للمشاهدة